في خطتها للتوسع في الشرق الأوسط نيتا الصينية تستهدف السوق المصري هناك أنباء عن أن شركة نيتا الصينية تستهدف أو تدرس دخول السوق المصري وحسب تقارير صدرت من الصين في نية كبيرة يعني مش مسألة دراسة فقط لا في نية بناء على الدراسة من شركة نيتا الصينية أنها تدخل في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة أنها تتوسع في الشرق الأوسط هي موجودة لكن هتتوسع حيث اتنشر في تقرير مؤخرا أن شركة كبيرة اسمها نيتا نحن ما نعرفش عنها حاجة أو أنا بالنسبة لي يعني هي جديدة وأعتقد الاسم ده جديد بالنسبة للناس كتير والشركة دي الكبيرة دي متخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية فقط ما بتنتجش غير سيارات كهربائية ودي حاجة مميزة شوية في الصين لأن الشركات في الصين بتنتج سيارات عادية وبتنتج سيارات كهربائية وإن كان في شركات متميزة أكتر في السيارات الكهربائية لكن برضو بتنتج سيارات اللي هي محركات الاحتراق الداخلي بالبنزين والكلام ده يعني جنبا إلى جنب وممكن تكون زيادة هنا شوية أو زيادة هنا شوية أو الشركة بتدت بتنتج سيارات بنزين في الأول وبعدين قلبت بتنتج سيارات كهربائية أو إن الشركة في اتجاهها للتخلص من السيارات البنزين وإنها تشتغل في السيارات الكهربائية فقط زي شركة BYD اللي أعلنت سنة 2030 أو 2030 هتبقى خلاص أو هي already بتدت قبل 2030 إنها تنتج سيارات كهربائية فقط ما زالت BYD وهي برضو بمناسبة شركة عملاقة في إنتاج السيارات العادية والكهربائية وحاليا هي تعتبر الصانع الأول للسيارات الكهربائية في الصين تقوى يكفي إن شركة BYD دخلت بتلات موديلات كهربائية أوروبا اخترقت بيها أوروبا مرة واحدة وأوروبا ليها معايير وستاندردز عالية جدا خصوصا مثلا فيما يخص عوامل الأمان واختبارات اليورو إنكاب والكلام ده فكون الشركة الصينية تدخل بتلات طرازات مرة واحدة تقتحمس أوروبا فده معناها إن إنتاجها شيء متميز يعني طيب في المرحلة الجاية دي شركة نيتا الأنباء بتقول والتقارير بتقول إن شركة نيتا بتدرس الدخول للسوق المصري كمحاولة منها أو ضمن محاولاتها للتوسع في الشرق الأوسط معلومات عن شركة نيتا شركة نيتا أول حاجة بتنتج سيارات كهربائية فقط مؤخرا شركة نيتا صدرت خارج الصين أربع تلاف سيارة كهربائية ودي أكبر دفعة صدرتها شركة نيتا بعد الدفعة السابقة كان فيه دفعة سابقة للتصدير لها صدرت فيها 3600 سيارة اسمها نيتا V ودلوقتي حالطول بيتعرض سيارة متميزة من سيارات نيتا اسمها نيتا S قبل كده شركة نيتا صدرت 3600 مركبة نيتا V إلى تايلاند بس في وقت سابق من شهر مارس سنة 2023 وضمن أن شركة نيتا دي عمالة تكبر وتتوسع هتظهر بسيارتها في معرض ميونيخ للسيارات القادم اللي هيقام قريب يعني السنة دي في معرض ميونيخ هتظهر شركة السيارات نيتا بموديلتها وكمان هتطلق سيارة جديدة والسيارة دي هتظهر في معرض ميونيخ اسمها نيتا جي تي واضح من كلمة جي تي كده لما بتحط حرفين اللي هم جي تي جنب السيارة أنه دي بتبقى قوة أكتر وبتاعت برفورمانس أكتر وأداء أكتر الميزة اللي أنا شايفها في سيارات نيتا الكهربائية إنها ماشية بحزو شركات السيارات الكهربائية فقط زي سيارة تيسلا شركة تيسلا عملاقة السيارات الكهربائية في العالم أو هي اللي ابتدت قصة السيارات الكهربائية فشايف إن نيتا ماشية حزوها في حين إن أنا طلعت أو بصيت بصة كده على كل السيارات أو اللي هي بتنتجها نيتا سواء إن كانت نيتا في نيتا اس والمفروض نيتا جي تي اللي جاية فهي ماشية في ترند كده السيارات السبورتي الرياضية السيارات السيدان الكوبيه السبورتي الرياضية واللي بتراعي معايير أو بماشية بكونسبت أو بفكر الأداء البرفورمانس العالي والستابلتي يعني السبات والكلام ده لأنها سيارات سيدان فماشية فيه انتجاه الرياضية والسيارات القوية يعني الشبابية الرياضية مش ماشية فيه انتجاه السيارات العائلية مثلا طيب يتم حاليا بيع سيارات نيتا من الشركة الرائدة اللي هي جديدة دي في الصين هي مش جديدة قوي يعني بس جديدة على الأقل بالنسبة لنا يتم حاليا بيع سياراتها في أسواق زي أسواق تايلاند وزي ماليزيا ببساطة لسه مصدرها في شهر مارس اللي فات 3600 سيارة ماركة نيتا في واللي واضح انها عربية متميزة جدا عشان بلد تاخد 3600 سيارة من ماركة واحدة بلد زي تايلاند يعني وفي شهر واحد تاخد طلبية زي كده فواضح انها هي بتنتج عربيات متميزة كمثال على ان الشركة دي بتحقق وان الشركة قوية ان الشركة في سنة عشرين وعشرين في عام اتنين وعشرين اطلقت برنامج داخلي اسمها landing in asian او الهبوط في اسيا وهذا كان هدف البرنامج ده انها تتغلل شوية تدخل شوية بجامد في الاتحاد الاوروبي وتدخل فيه الدول الاسيوية وبعد اكتر من سنة بشوية اصغنططين لان هي اطلقت البرنامج ده في بداية عام عشرين وعشرين حاليا احنا في شهر ستة عشرين وعشرين بعد اكتر من سنة من اطلق البرنامج ده انشأت شركة نيتا قسم تجاري خاص باوروبا ده من ناحية التغلغل في اوروبا وانشأت مصنع في تايلاند مصنع تايلاندي المصنع اللي انشأته ده لسه ما ابتداش اشتغل هيبتدي اشتغل في حلول يعني يناير عشرين اربعة وعشرين يعني شركة بتوعد وبتعمل خطط بتوعد نفسها بتحط خطة معينة وبتطلق برامج معينة وبتنفزها وبتنفزها بسرعة المصنع اللي هو هيبقى في تايلاند ده وهيشتغل في يناير عشرين اربعة وعشرين الطاقة الانتاجية ليه كسيارات كهربائية هتكون طاقة انتاجية سنوية حوالي عشرين الف سيارة دي الخطة بتاعتهم يعني من شهر يناير لحد ابريل اللي فات في عشرين تلاتة وعشرين السيارة اللي اسمها نيتا في احد منتجاتها المميزة يعني احتلت المرتبة التانية في عدد تسجيلات طلبات يعني طرازات السيارات الكهربائية في السوق تايلاند في سوق تايلاند يعني تايلاند يعني من واضح انها دولة اللي هي هينشق يعني وانشق فيها المصنع وهتنتج سيارات نيتا فيها من واضح انها دولة يعني ايه الناس فيها مقتنعين قوي قوي بالسيارة دي طيب في المستقبل القريب بتخطط شركة نيتا للتوسع فيه مزيد من البلدان حول العالم ومن اهمها البلدان دي موجودة فيه الشرق الاوسط والاتحاد الاوروبي واول عربية هتدخل بيها نيتا في الاتحاد الاوروبي في خطتها الجاية هي عملت قسم تجاري اوروبي انشأت قسم تجاري اوروبي ونوية اول ما تقتحم اوروبا تقتحمها بسيارة نيتا جي تي انا شايف الفيديو اللي احنا اللي انا بعرضه دلوقتي ان نيتا اس احد الطرازات اللي بتنتجها نيتا عربية متميزة جدا في السبات والاداء والكلام ده يعني الفيديو اللي معمول ده معمول باحترافية شوية وفيه يعني معلومات محترمة جدا عن نيتا اس في مايو اللي فات باعت نيتا اجمالي السيارات اللي باعتها 13,029 سيارة والرقم ده بيمثل زيادة سنوية عن ما بيعتها في السنة اللي قابليها بنسبة 18% والسنة اللي قابليها كانت باعت في الاسواق الخارجية بس 2042 سيارة السنة اللي قابليها يعني ما بداية نشقها وينيتا جي تي قريبا كسيارة يعني بداية انتاجها تم ولكن مش من مصنع تايلند وشركة نيتا باعت من الجي تي او سلمت كمان 1716 سيارة من نيتا جي تي وانا بتشوق جدا لنيتا جي تي دي تحديدا واضح انها تبقى عربية متميزة جدا طيب اللي انا شايفه تعليقي على السيارات نيتا او دخول شركة زي دي في مصر انها لو فعلا ضمن تفكيرها دخول الشرق الاوسط ودخول مصر تحديدا دخول السوق المصري ده هيعمل تعزيز ورفريشمنت قوي اوي للسيارات الكهربائية في مصر وتمنى بس انها تلاقي وكيل كويس يبقى عنده من الجرأة في الوقت اللي احنا فيه ده انه ياخد توكيل سيارات كهربائية فقط في الوقت الحالي اللي هو السيارات الكهربائية في مصر مازالت ناشئة يعني مازالت مش بيعها مش قوي اوي وسوقها مش كبير اوي يعني فاتمنى دخول سيارة سبورتي شبابية متميزة كده او شركة قوية زي شركة نيتا بتعمل برامج وبتحققها وبتعمل بلانز خطط وبتحققها بسرعة يعني مزدهرة وفيه بعض الاسواق زي سوق تايلاند بيسق في سيارات نيتا جدا فواضح ان هي يعني في مجال السيارات الكهربائية يعني ليها برفورمانس او ليها بصمة قوية ومتوقع لها مستقبل مزدهر فاتمنى شركة زي دي فعلا انها يعني يتحقق حلم من الاحلام بتاع السيارات الكهربائية وتدخل مصر وان السيارات الكهربائية سوقها يزدهر يعني ان الموضوع ده يتحقق يعني ان هي تدخل في السوق المصري وحد يتبنى السيارة دي ويعني ياخد الخطوة الجريئة ويبقى واكلها في مصر زي ما في السنتين اللي فاتوا دي دول من الملاحظ ان توكيلات السيارات الصينية بقت كتيرة في مصر وزاد عدد السيارات الصينية بمختلف الاشكال بقى عندنا السيدان المدمجة بقى عندنا السيدان الميد سايز الحجم الاكبر ومدلين كمان تقريبا في السيدان الميد سايز وعندنا من الاسيوفيز الصينية اشكال والوان يصل البرندات عدد السيارات الصينية كبرندات في مصر الى ما بين خمسة وعشرين لتلاتين برند وده رقم كبير يعني وبس كده خلصت حلقتنا النهاردة اتمنى تكون الحلقة عجبتكم وبالنسبة لفيديو السيارة نيتا عشان الحابب يتفرج نيتا اس الحابب يتفرج عليه بالصوت والمعلومات والكلام ده هسيب الرابط بتاعه في خانة الوصفة تحت الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يصلكم كل جديد من فيديوهاتنا في حين اصدارها اول باول تشوفكم فيديوهاتنا سلام